بعد 25 عاما يعود الناتو إلى مدريد عام 1997 استضافت العاصمة الإسبانية قمة سجلت في التاريخ بوصفها بداية لانضمام ثلاث دول من المعسكر الشرقي السابق هي بولندا وهنجاريا والتشيك إلى الحلف لكن قمة مدريد عام 2022 ستكون تاريخية أيضا قمة مدريد ستكون قمة محورية سنتفق على مفهوم استراتيجي جديد سيطلق عليه مفهوم مدريد الاستراتيجي وسيكون الدليل الذي سيعمل الحلف بموجبه في مواجهة التحديات العالمية سنتفق على تغيير جذري في سياساتنا الدفاعية بالمزيد من القوات والمعدات كما سنتفق على حزمة مساعدات شاملة لأوكرانيا لمساعدتها أكثر على الدفاع عن نفسها الهدف من هذه القمة واضح للجميع وهو إيصال رسالتي وحدة بين أعضاء الحلف وبين الحلف والمنظمات الأخرى كالاتحاد الأوروبي إن الديمقراطيات تتحد مع بعضها للدفاع عن الديمقراطية وللدفاع عن مبادئها كالحرية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وبينما يسجل مفهوم مدريد الاستراتيجي علامة محورية في عمل الحلف وقدرته على الردع والاستجابة للتهديدات المختلفة يعتزم الزعماء المشاركون توجيه رسالة أكثر قوة وحسما تجاه ما يدور حاليا في أوكرانيا أمر ربما تتضح معالمه أكثر مع بدء اللقاءات الرسمية للقمة وانتقالها للخوض أكثر في الموضوعات الجوهرية أشف سعد سكينيوز عربية مدريد